اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تبدعوا فيها بكل قوة وتنطلقوا في هذا المجال وتكونوا قويين وتشتغلوا في احسن الشركات او تفتحوا شركات حتى لقدام ما اللي فتح شركات مش احسن منك اللي اشتغل ويقض رواتب عالي مش احسن منك بس انت كفاك تسويفا وخلي حياتك باكشن للأسف الوقت عم بسرقنا بسرعة وبسرعة كبيرة جدا 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 اكبر دليل على كلامي كلنا مر علينا كورونا انتم عارفين كورونا اليوم قديش مر عليه مر عليه اكثر من سنتين ونص هل حسيتوا فيهم لا للأسف تيجي بتحكي للناس انه اطبع على حالك صح في هذا المجال اسس حالك صح في هذا المجال كون قوي في هذا المجال والبرمجة مهنة بدها تعب زيها زي غيرها انت بدك على الاقل سنتين لتتعلم هذه المهنة وتكون اساسك قوي فيها عشان تنطلق فيها بكل سلاسة ويسر بحكي لك اوف سنة بده اتأسس وداتا ستركتشور وسنة ثانية بده اتأسس في العلاقة بجميع التخصصات انا بدي احطت سنتين من عمري عشان انا ابلش في هذا المجال للأسف هؤلاء الناس هاي كورونا مر عليه سنتين ونص وانت مش شاعر الوقت جدا سريع بس لما نتعلم شغله نستكثر الوقت على حالنا للأسف زي ما حكينا هاي فيديو دليل تعلم البرمجة صلي ثلاث سنين منزله اللي ردوا على النصائح هاي هم حلقوا هاي شركات بتقاتل عليهم لتوظفهم واللي ما رد على نصائح واللي كان يحكي لك اوف انا بدي احط سنتين من عمري عشان اتأسس صاح هاي ومكانه فسبحان الله الناس تستكثر الوقت اللي تركز فيه على حالها وتخدم حالها عشان حياتها تصير كويسة وبقول لك سنتين كثير عشان انا اتعلم مهنة رهيبة زي البرمجة تمام فبصفه هو مش عامل اشي وكل يوم بيسوف بكرة بدي ابلش بعده بدي ابلش او بيبلش ببوت كامب اربع شهور وبيخلصوا وما حدا بيعبروا من الشركات برجع على بوت كامب ثاني وعمروا بيسرقوا هاي كورونا يا جماعة امر عليها سنتين ونص سنتين ونص يا جماعة ومبارح بلشت الفيديو دليل تعلم البرمجة نزلته انا من ثلث سنين اول ما نزلته الناس كان في انتقادات انه انا بدي احط سنتين من عمري عشان اتعلم مهنة كبرمجة وهي مهنة اكيد بدك تحط لك وقت عشان تتعلمها وتتأسس فيها صح تمام فيه ناس ردت على النصائح وهلأ عم تشتغل في شركات والشركات عم تتقاتل عليها روح يشوف التعليقات على هذا الفيديوهات فيه ناس ندمت انه ما سمعت هذه النصائح وفكرت حالها تتخلص البرمجة في اربع شهور وراحت قضت سنتين وهي تايها وبتلف حوالي حالها بتتعلم تكنولوجيز بتتعلم بوت كامت بتتعلم مش عارف شو ورجعوا وفيه ناس رجعت كتبت بالتعليقات اعتذار انه احنا كنا غلطانين وانه ياريتنا ردينا على النصيحة تبعتك وفيه ناس قالوا برضو من التعليقات كله هايوا تتعليقات الناس على الفيديو تبعدها لتعلم البرمجة فيه ناس قالك استكثرت مدة السنتين لتعلم البرمجة هاي مرتلت سنتين على الفيديو ثلاث سنوات مرت والناس اللي ما بلشتها بعدهم مكانك سر ما عملوا شي في حياتهم فما ضيعوا وقتكم يا جماعة كفانا تسويفا حط حياتك بأكشن وبلش وتعلم والوقت بمر بسرعة ان لم تسرقه سرقك ويعطيكم ألف ألف عافية